شو أكتر إشي ثمين ممكن تتركه للناس اللي حواليك بعد ما تموت فيه ناس ممكن تقول لك أرض، فلوس، أسهم، عقرات بس هاي الشغلات قيمتها بتطلعوا بتنزل وحتى في منها صلاحيتها بتنتهي فشو هي الإجابة هنا؟ من جديد اتذكرت شخصين من أكتر الناس اللي أثروا على حياتي معني ما كنت بعرفهم كتير منيح وهدول الشخصين هم جدي من طرف أبوي وجدي من طرف أمي أو إحنا بلهجتنا منقول سيدوا من طرف أبوي وسيدوا من طرف أمي أنا ما كنت بعرفهم منيح لأنه سبحان الله توفوا لما كنت في عمر صغير الله يرحم جميع أموات المسلمين والله يبارك في أعمار أهلنا ويحفظهم يا رب هلا أنا سيدوا من طرف أبوي وسيدوا من طرف أمي تركوا شغل كتير قيمة وراهم بعد ما توفوا غير الفلوس وغير السيارات وغير البيوت تركوا وراهم إرث أو تركوا وراهم بصمة هلا هم التنين نوع ما كانت قصتهم مختلفة ولكن الشغلات الأساسية كانت هي هي التنين إن ولدوا وعاشوا في فلسطين بقوائل سنين حياتهم والتنين كبروا في الظروف ما بنقدر إحنا نتخيل قدي شي كانت صعبة ومع هيك قدروا يتخطوا كل العقبات ونجحوا الحمد لله بس القصة هنا ما بتنتهي عند النجاح الحلو في الموضوع إن هم لما نجحوا ولما وصلوا للي بدهم يا ساعدوا اللي حواليهم يوصلوا كمان للي بدهم يا ساعدوا عيلتهم ساعدوا مجتمعهم وتذكروا أصولهم وبسبب هذا العامل وعوامل كتير تاني بعد ما الله توفاهم ما بتقدر تلاقي شخص واحد كان بعرفهم وبقدر يحكي شغلة سيئة عنهم ولا شخص وأي حد بيحكي عنهم بيحكي بفخر إنه كان يعرفهم وإنه تعامل معهم أو إنه بيقربلهم وبتطلع عليهم بنظرة إنه يا رب أنا يوم الأيام أصير زيهم وأترك تأثير على اللي حوالي زي ما هم عملوا تأثير هذا فالناس أفعالها وأقوالها تغيرت بسبب معرفتهم بسيده وسيده هذا بريك إنه الأعباد وعلاقتنا مع ربنا طبعا هي دا تكون الأولوية بس بعد العبادة إحنا لازم نتذكر إنه لازم نترك تأثير عن ناس اللي حوالينا السؤال هو كيف فبديك تسأل حالك عزيزي وعزيزي المشاهدة شو التأثير أو شو الانطباع اللي بتتركه عن ناس لما تروح من المدرسة إلى الجامعة أو لما تنقل من وظيفة لوظيفة أو لما تتعرف على مجموعة جديدة والسؤال الكبير شو الانطباع اللي حتتركه عن ناس اللي حواليك لما تنتقل من الحياة للموت بدك تخلي في بالك أنك أنت ما بتعمل هذه الأشياء بس عشان الناس تحكي عنك أنك أنت منيح لأنه بالنهاية حتبين على طبيعتك أنت بدك تعمل هذه الأشياء عشان فعلا تأثر فيهم ومش بس أي تأثير بدك تأثر فيهم بطريقة أنه أفعالك المنيحة هم يبلشوا يقلدوها وأفعالك المنيحة ما توقف عندك يصير كل حدا تعامل معك عم بيعمل نفس هاي الأفعال بسبب تأثيرك أنت وهذا الإشي إن شاء الله حيولد نوع من التيار حتى بعد ما الله يتوفاك وهذا كله حيكون بسبب أعمالك الصالحة الإرث أو البصمة اللي أنت تركتها وتأثيرك عن الناس اللي حواليك